موسيقى تعززت القوات المساعدة في مدينة مراكش بدراجات نارية صديقة للبيئة تتلاءم وطبيعة المهام الموكولة إليها وذلك لضمان تدخل فروق ووحدات القوات المساعدة بنجاعة وفعالية وتمكنها من الاتطلاع بأدوارها في خدمة أمن المواطنات والمواطنين هذه المبادرة التي تهدف أيضا إلى تشجيع وسائل النقل صديقة البيئة عرفت توزيع دفعة مكونة من عشر دراجات كهربائية ستستفيد منها القوات المساعدة في خمس ملحقات إدارية بمراكش دراجات تم اقتناؤها من طرف ولاية الجهة وذلك حرصا منها على توفير دعم لوجستيكي لأفراد القوات المساعدة للقيام بدوريات في جل مناطق المدينة يشار إلى أن عناصر القوات المساعدة يقومون تحت إشراف رؤسائهم ومصالح السلطة المحلية وبتنسيق مع باقي المتدخلين في القطاع الأمني بالصهر على راحة الساكنة وذلك من خلال تكتيف دوريات أمنية راكبة وأخرى راجلة ووضع نقاط تمركز مع ممثلية السلطات المحلية في الأماكن التي تستدعي ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر